السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو عاملين ايه رب تكونوا بخير النهاردة هنعمل مع بعض الصفايح باللحمة المفرومة اسمها الصفايح يفاوية او عالطريقة الفلسطينية بس طريقتها صراحة عجبتني فحبت ان انا اعملها لكو لما جربتها طعمها حلو جدا يعني تشبه الجلش بتاعنا كده شوية بس بطريقة اخف واسهل كتير وشكل جديد كمان هيبقى حلوة او في العزيم هيبقى شيكة على صفرتك وشايفين ما شاء الله اللحمة اه شكلها حلو فيها وضع مورحتها كمان جميلة جدا. والطريقة ان شاء الله بسيطة وسهلة والمقدير كمان ابسط وابسط. يلا نشوف هنعمل مع بعض ايه والمقدير ايه? انا عندي هنا مقديرة عبارة عن اه تلات كبيات من الزقيق تقدر يتزاود بقى الكمية او تقليليها براحتك مع لقتين كبار من اللبن للبودر. وعندي كمان آآ نص معلقة صغيرة من الملح وعلقة صغيرة من السكر. هقلب كل مقدير الجافة دي كلها على بعضها. اخلطها كويس. آآ يعني هي مش فيها خميرة ولا فيها بيكينج بودر ولا ايه حاجة. ايه عجينة تشبه عجينة الفطير شوية. آآ عندي كوباية من مياه الدافية هبدأ انزل بالتدريج بها كده لغاية ما العجينة تلم. هنعارفيني ان اي معجنات ما منمشيش بمقدار معين للسويل فيها سواء مياه بقى او لبن. لان الدقيق في دقيق بياخد مياه كتير في دقيق بياخد مياه آآ اقل شوية. فانا دايما لما باخد آآ مقدير عجينة بمشي كده بالتدريج في الدقيق وفي المياه وما باخدش مقدار معين. تمام? هبدأ اضيف المياه بالتدريج ولمي في العجينة كده آآ لغاية ما كلها تتلم. كل اللي في الطباق تلمي معي. ولو احتاجت مياه تانية هديها بس انا ما ضفتش غير كوبات دافية دي بس. محتاجش معي مياه تاني بالعكس هو خد رشد بسيطة كده. علشان العجينة تلمي معي. هبدأ بعد كده اضيف معلقتين كبار من زيدي الزيتون علشان للمي بهم العجينة. وعشان كمان ما تلزقش في ايدي. آآ ولمها كويس. هبدأ عجن ولمي كده بالزيت. وبعدين انا هدي رشد بسطة جدا. عشان العجينة تلمي معي وتبقى كويسة. ممكن انت ما تحتاجيش. ده رشة دي دي. على حسب نوع العجين او نوع دي زي ما قلنا. العجينة لميت معي خلصوا بقت نعمة. عجنتها حوالي عشرة دقايق. ما عجنتهاش بالعجانة الكهربية. عجنت بايدي كده. اخدها احطها فبولة مدهونة بالزيت برضو. زيت زيتون. واضطيها. وانا جهزت هنا التعصيجة بالبصل والفلفل الالوان عادي. وخطيط لها مكعب مرأة لحمة. مكعب المرأة بيدي طعم حلو جدا للحمة المدعصدة. هبدأ بعد كده العجينة ارتحت معي حوالي ساعة. هي ما بتخمرش والحاجة بس لازم ترتاح علشان لما اجي افرد فيها آآ ما تتقطعش مني وتتفرد معي بسهولة وتتمط معي بسهولة. انا خدت العجينة هنا اسمتها على مصصين وكورتها كده زي البقجة وهبدأ افرد بايدي عادي خالص مني لنا الشابة ولا اي حاجة. لو حبة تفردي مني لنا الشابة براحتك بس هتفردي على زيت. انا نهنت زيت قدامي. وايدي كمان عليها زيت علشان العجينة ما تلزقش معاك لما تيجيتش لها وكمان تتفرد معاك بسهولة. هبدأ بعد كده امسك كل طرف من العجينة واشده كده وراح رحله ودخله الهواء من تحتيه. علشان انا عايز العجينة تكون رؤيئة معايا خالص زي عاجونة الفطير بالزبط زي ما قلتلكو. شايفين العجينة كل ما ارتحت معايا كل ما اتفردت معايا بكل سهولة وما راجعتش معايا تاني. لو جيت تفرديها ولقتيها بتلمي معاك تاني. وترجع تاني. يبقى هي كده لسه ما ارتحتش وعايز ترتاح شوية كمان. تمام? هبدأ بعد ما فردتها اجيب سكينة كده واساوي الاطراف بتاعتها عشان اعملها على شكل مستطيل. تمام? طبعا العجينة اللي بشيله ده اللي بقطعه الزواية دي هلمها تاني وكوارها مع بعضها. وهسيبها ترتاح واغطيها برضو عشان ما تنشافش وتشقق مني. واسيبها ترتاح وابدأ بعد كده افردها في الاخر بعد ما جمع كل الزواية دي مع بعضها. هابدأ وقطع المستطيل ده على تلاتة. شايفين? تلات شروية طوال كده. وابدأ بعد كده احشي بقى حشوة اللحمة اللي انا عصقتها دي. اهمشي كده بطول بطول آآ بطول القطع اللي انا قسمتها دي. هحط اللحمة كده. وهبدأ بعد كده ابرم العجينة كاني بلف محشم الزبط كده. امس اكتر في العجينة كده واقفله الاول على اللحمة واقفل كويس علشان وانا بلف ما يخرجش مني اللحمة. وابدأ ابرم بقى العجينة لجاية ما وصل لاخر جزء انا اطعاه. بعد مبرمتها ولفتها للاخر بقى في الاطراف بتاعتها كويس. ولو في زواية بتشيلها بالسكينة. تمام? الزواية دي الفضي دي برضو مبرميهاش بحطها على العجين اللي انا متكورها وسايبها ارتاح. وابدأ امسك اي طرف من ناحيتين والفه كده وابدأ اه الف باقي الرول على بعضه كده. واخد الضار في الاخير انا ازيله من تحت الصفيحة كده علشان اه ما يفتحش مني في الفرن. تمام? هبدأ اعمل واحدة كمان معاكم. شايفيني? هي سهلة مش صعبة خالص. هتحط اللحمة. اه يفضل حط اللحمة بمعلقة علشان ما تجيش في ايدي كوبة دي العجينة من برة. يعني هي حطيها معلقة افضل. تمام? وبعدين بتقفلي برضو وتقفلي على اللحمة كويس جدا. تأكد ان انت قفلتها على اللحمة كويس. وبعدين ابدأ ايلفي العجينة للاخر. وابدأ اي مسكيها لفيها رول حوالين بعضه كده داير ميدور. واخر طرف بتشيل منه بتشيل العجينة ازاي من الاطراف. واخر طرف ده اه هو اللي بتنزليه من تحت كده علشان قلنا ما تفتحش معاك في الفرن. تمام? هي بترتحش معايا ولا حاجة او ما بشكلها بدخلها الفرن على طول. وبتدخل على درجة حرارة متين. تحطيها على رفو الهسطاني لغاية ما تخد لون من فوق ومن تحت. لو لوانيت من تحت آآ واخدت لون والاستام لوانيتش او من فوق. هتنزليه على الصغة اللي تحت وتفتحها لها الشوية. لغاية ما تاخد لون ده بحلو كده من على الوش. بعد ما بلفه ببرمها كده بحط الطرف الاخير من تحت علشان آآ ما يفتحش زي ما اتفقنا. وانا دهنت الصينية زيت طبعا قبل ما حط فيها العجين. عشان ما يلزقش. بعد ما بتطلع من الفرن بديهنها دهنة زيت زيتون زي ما تشايفين. وممكن تضيها بخة ببخاخة المية لو عندك. علشان العجينة او الصفايح تبقى طريقة معاكو. وبتغطيها بفوتة نظيفة. لغاية ما تكتم البخار اللي فيها كده. وتهدى شوية. ونبدأ نقدمها مع بعض. هتشوفوا الوقتي شكلها ولونها ما شاء الله من فوقه من تحت. وهفتح لكم واحدة دلوقتي تشوفوها. رهيتها حلوة جدا. عايز اقول لكم خفيفة جدا. آآ يعني وسهلة في اكلها. كل واحد يخد له واحدة كده. دير بقى ما تعوده تقطعي. يعني آآ شبه الرؤاء عندنا كده شوية بس رؤاء بتفضيل تقطعي فيه بقى وممكن اللحمة تخرج منه. آآ يدعج ابني طريقته الصراحة وخفيفة عميله وسهل. آآ هما بيروشه رشد سماء كده بعد ما بيطلع وصخن. شايفين لونه من تحت. انا رشيت رشة زعتر مجفف اللي كان موجود عندي. شايفين اللحمة من شاء الله من جوة. والريحة مش قادرة اقول لكم بقى والطعم. اتمنى ان شاء الله تجربوها وتقدر رأيكم فيها ايه? هتابع حلوة قوي في العزيم. وما تنسوش ان شاء الله لايك وشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم ان شاء الله كل جديد. واستنوني فيديو جديد كنت معاكم شايماء امين. شكرا للمشاهدة